في البعض يتساءل لماذا استمرار حرب الإنابة اليوم بين طرفي الصراع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بمعنى أن أمريكا كثيرا ما تتوعد لإيران وإيران ترد عليها بالتهديدات وهذا ما يجري فيه التصريحات حتى هذه اللحظة يتساءل بعض لماذا حرب الإنابة ولماذا لا يشهد الوضع بينهما حربا مباشرة من الواضح جدا أن عدم الرغبة للحرب هي مسألة متبنات من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة إدراكا من الجميع أن الحرب ليست في مصلحة المشروع القادم المشروع القادم تلقائيا ستنهار فيه الأيدلوجيات لصالح النظريات الاقتصادية ومفهوم أو مبدأ الاقتصاد الأزرق الذي يعرفه البنك الدولي بأنه هو استثمار بستدام لمكنونات البحار والمحيطات لتحقيق تنمية اقتصادية وكذلك الطاقة الخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة هذه واحدة من الأسس والمبادئ التي يجري التنظير إليها في مشروع يطلق عليه بمشروع الشرق الأوسط الجديد لا تقبل مثل هكذا مشاريع ذاتها بعادة اقتصادية حروب شاملة أو حروب مباشرة لذلك يجري الصراع تأسيسا على انتزاع مناطق نفوذ بين إيران وبين الولايات المتحدة وكثير من الأحيان حينما يجدون أن الصدام قد يصل إلى مرحلة الصدام المباشر يجري تقنين الانفعال في الميدان لصالح هذه المعادلة فالبحث عن المجالات الحيوية الضامنة للأمن القومي لإيران أو الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها هو الذي يحكم الصراع وبالتالي يصبح الصراع صراعا مقننا لأنه أساسا خيار الحرب هو المتبنى من الجديد اشتركوا في القناة